اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مراكز شباب، حمامات سباحة، صلاة رياضية تلك الحياة الكريمة وهذا يؤكد قدرات مصر في تنظيم كافة الأحداث الرياضية الكبرى حيث أن هذه البنية وفرت نحو 65% من تكلفة استضافة تلك الأحداث الحالية والمستقبلية يعني 65% انتهت من تكلفة تنظيم أي حدث مستقبلي وقد قامت مصر بتنظيم نحو 289 بطولة وحدث دولي وعالمي بالإضافة إلى تحقيق نحو 2646 ميدالية في مختلف الألعاب الفردية والجمعية وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ 50 مشروع وبرنامج بمشاركة ما يقرب من 250 ألف ناشئ وشاب من ذوي الهمم في مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم دوري رياضي لذوي الهمم في إطار مبادرة شموس لا تغيب بسمة أمل للأشخاص ذوي الهمم بالإضافة إلى تنفيذ دوري في كرة السلة لدعاف السمع ودوري في كرة القدم للصم بالإضافة إلى قصار القامة وكرة القدم بالصاق الوحدة كما قامت نصر لأول مرة هذا العام بتنظيم بطولة دولية بارالمبية وهي بطولة العالم لكرة اليد ودي أول بطولة في العالم كله اتعملت في مصر بطولة أفريقيا المفتوحة أول بطولة دولية بارالمبية لرفع الأثقال وفي هذا الإطار نعلن عن تطوير بعض المغادرات الجديدة هذا العام تطبيق كود الإتاحة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية تنسيقاً مع وزارة الضامن الاجتماعي التوصع في إقامة مراكز التخاطب في مراكز الشباب وفقاً للتقسيم الجغرافي وكثافة السكانية التوصع في تنظيم رحلات متخصصة لزوء الهمم ضمن المشروع القومي للوزارة رحلات إعرف بلدك وقطار الشباب والمحافظات الحدودية وعلى صعيد التنمية الشبابية فقد تم تنفيذ 1497 برنامج بمحقق نحو 72 مليون مشاركة شبابية متعوانين مع كافة مؤسسات المجتمع الكنيسة، الأظهر الشريف، الأوقاف، التربع والتعليم، التعليم العالي، الصحة، الثقافة، التضامن ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة ونحن الآن وبحضور فخماتكم وتشريفكم لفعاليات قدرون باختلاف قد تبدل الحال أصبحت الأسرة التي أنعم الله عليها بأحد تلك الملائكة تفتخر أن لديها بطل عالمي في الرياضة أو موهب في الفنون أو معيد في الجامعة أو موذيعة في التلفزيون أو حرفي وتبدل الخجل إلى التباهي وده اللي كنا بنشوفه بره وبنقول ده منتهى التحضر هو ممكن يكون في مصر ده والحقيقة أن رسالة الاحتفالية هذا العام تبدأ من هذا التساؤل ورسالة ولاد حضرتك النهاردة أن أخيراً بقى ليهم مكان وده شجعنا في وزارة الشباب والرياضة أن الصديف أكبر الأحداث العالمية الرياضية وتعزيز مشاركتهم في البطولة الدولية وكل الرياضات مثل البوتشة البوتشة اللي هي الشلل الدماغي رياضات الصم والمكفوفين وكذلك الأعقاد الزهنية وبنتور منظومة الرياضة التنافسية الخاصة بهم باللجنة البرالنبية والاتحادات البرالنبية تحادات الأعقاد الزهنية ومكتب ذوي الهمم بالوزارة التوسع في أنشطة الهوايات الفنية والثقافية لذوي الهمم تنصيقاً مع وزارة الثقافة فخامت الرئيس لا شك أن ما تحقق لأبناء مصر من ذوي الهمم ما كان سيتحقق لولا وجود قيادة سياسية حكيمة تسعى دوماً إلى استعاب الجميع واحتضان ورعاية ذوي الهمم بأليهم مكان وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لبلدنا وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة